وينضم إلينا من بغداد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عبد الرحيم الشمري سيد عبد الرحيم أهلا بك معنا قبل الخوض في موضوع النازحين ومعاناتهم دعنا نتحدث قليلا عن ما حدث من قصف في حي الرسالة وراح ضحيته مداذيون لا نعرف العدد حتى الآن العدد المضبوط هناك جهات تتهم التحالف الدولي جهات تتهم القوات العراقية بينما القوات العراقية بدورها أكدت بأن داعش هو من فجر صهاريج أنتم في البرلمان ما هي الرواية المعتمدة لديكم شكرا جزيلا انحياكم الله وحيا مشاهدي الكرام طبعا الذي حصل وهذا لا يخفى نحن لدينا اتصالات مع أهالي المنطقة وكذلك الحكومة المحلية والجهات الموجودة في المكان الذي حصل بأنه هو قصف لطائرات التحالف كان هناك مجموعة من البيوت فاتحيها الدواعش من بيت إلى بيت وهناك أحد البيوت كان فيه مجموعة كبيرة من المواطنين باعتبار هذا الرجل صاحب البيت هو من الناس الخيرين ولديه مؤن كثير طعام واستوعب الناس بعد أن طردوهم داعش استوعبهم في بيته ومن ثم بدأ يقدم لهم ما لديه من الطعام الدواعش بدأوا يتنقلون من بيت إلى بيت حتى يكونوا فوق هذا البيت ويضربوا الجهات الأمنية ومن ثم ينسحبوا ويأتي بعدهم شخص ثاني من الدواعش ويصعد إلى البيت ويضرب بأسلحة معينة إلى أن جاءت طائرة من التحالف الدولي حسب الرواية وضربت هذا البيت وكان السلاح الذي ضربت فيه سلاح قوي جدا بحيث دمر كل البيوت ليس فقط هذا البيت كل البيوت الموجودة فيه الفرع وحتى التقاطع الفرع الثاني على شكل حرف T كل هذه البيوت دمرت بالكامل والجثث ليس فقط في هذا البيت بل هناك 12 جثثة في بيت آخر كم عدد عدد كل الجثث حسب معلوماتك سيد عبد الرحيم؟ عدد الضحايا؟ عدد الجرحة؟ هل ما زال من مدنيين موجودين داخل أو تحت السراديب؟ لدي أرقام دقيقة حسب الأخوان الموجودين هناك تم انتشال 138 جثة ويتوقعون أن يكون العدد يزداد إلى 150 فقط شخص واحد من هذا البيت هو تم إنقاذه وطلع سلامات وهو الآن في أحدى مستشفيات أربيل تم نقله إلى أحدى مستشفيات أربيل وليس فقط الشهداء في هذا البيت بل في بيوت أخرى تم تدمير هذه الفرع كامل والفرع الثاني الذي يتقاطع معه ولكن سيد عبد الرحيم هناك رواية تقول بأنه ما حدث نتيجة أنه عناصر داعش فجر أو صهريج أو عدد من السيارات كانت مركونة جنب هذه الدور ما أدى إلى هذا الانفجار الكبير كيف تعلق على هذا الموضوع؟ يعني إذا أردنا أن نصل إلى الحقيقة نتكلم بالصحيح والواقع الواقع الأهالي في هذه المنطقة يقولون طائرة ضربت صاروخ وعلى هذا البيت تحديدا بعد أن كان صاروخ قوي بدرجة كبيرة من الانفجار انفجر على هذا البيت ومن ثم تهدمت كثير من البيوت أكثر البيوت قديمة في هذا المكان وفرع كامل وهذا شهود عيان يقولون هذا الكلام أنا يعني طبعا الأجهزة الأمنية الموجودة هي بريئة براءة الذئب من دم يوسف من هذا الأمر وأنا يعني شهدت اليوم الأخ الفريق عبدالغني الأسد يتحدث في إحدى بيوت الموصل ويقول بأن هناك جهات تريد أن تشوش على القطعات الأمنية أنا أقول بأن القطعات الأمنية بريئة من هذا الموضوع ويقول أن بعض السياسين يريدون يعني يعمل الانتخابات هذا الكلام صحيح وأكثر أنا أعتقد أنا طبعا يوم أمس التقيت بدولة رئيس الوزراء وتكلمت معه بهذا الموضوع وقلت يجب أن تكون يعني جهة تحقيقية منضبطة يعني جيدة جدا وقلت له أيضا إذا حبيت أن تكون لجنتنا لجنت حقوق الإنسان في هذا الأمر لدينا القدرة أيضا أن نكون ضمن هذا الفريق لنصل إلى الحقيقة ألا يمكن أن يكون هذا سيد عبد الرحيم ما حصل وينخرط في بند التسقيط السياسي مثلا لا هو شنو أي تسقيط سياسي هو القطاعات الأمنية اليوم هي أقرب الناس إلى المواطنين في محافظة تنينهم وقائد القوات الأمنية اللي هو سيد العبادي ونحن على بواب انتخابة تفضل لا يوجد لا يوجد شك أبدا عند أي مواطن من مواطنين محافظة تنينوى بأن هذا الشيء قامت به القوات الأمنية بل عكس اليوم أقرب الجهات التي إلى المواطن العراقي في محافظة تنينوى هي الجهات الأمنية لديهم ثقة كبيرة في الجهات الأمنية وفي جهاز مكافعة الإرهاب تحديدا لديهم القوة الكبيرة جدا ولا يوجد أي مواطن تكلم في هذا الموضوع الموضوع هو عند المواطنين طائرة من التحالف الدولي هي من قصفت ودمرت هذا الشيء واضح سيد عبد الرحيم حتى لا يضغى هذا الموضوع على موضوع النازحين ومعاناتهم أنت اليوم كان لك زيارة إلى الموصل هل لك أن تحدثنا باختصار وبتركيز عن أبرز المعانات التي يعاني منها النازحون في المخيمات في الحقيقة النازحون يعانون كثيرا يعني أولا مكانات الإيواء ليست كافية ولا توجد خدمات صحية بالطريقة الصحيحة وحتى عملية الإطعام ليست بالصحيحة يعني هناك لا توجد إدارة إدارة الموجودة في كل المخيمات أنا زرت أغلب المخيمات لا توجد إدارة ناجحة الإدارات الموجودة هي تابعة لمنظمات وهذه المنظمات فاشلة في عملية الإدارة وصراحة عتبنا على الحكومة المحلية في محافظة نينو بأنه يجب أن تراقب وتدقق على هؤلاء لكي يكون المواطن في أحسن حال المواطن يعيش في حالة يعني التعبانة حالة جوع حالة فقر حالة برد في المخيمات هو جاء من جوع يفترض أن يكون نمن له يعني كل المعطيات ولكن على أرض الواقع لا يوجد خدمات في هذه المخيمات أنا أقول أغلب المخيمات التي تجرناها نعم من بغداد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عبد الرحيم الشمري شكرا جزيلا لك